هلا وغلا، اليوم جبنا لكم واحد من أندر وأفخم الصناديق في عالم الألعاب الصندوق هذا في مننا مئة حبة فقط وحنا الرقم اللي جاءنا رقم 81 هاي لعبة اللي أتكلم عنها؟ أتكلم عن لعبة ماينكرافت دنجنز لعبة جميلة جداً، تلعبها لوحدك، تلعبها مع أصحابك وفيها أونلاين أيضاً وإيضاً متوفرة على جميع الأجهزة وإذا عندك إكس بوكس جيم باس، راح تجيك منظوم الألعاب الموجودة في الإكس بوكس جيم باس أولاً نشوفه بما جاء معنا من الصندوق اللي هو عبارة عن دمية للبوس اللي كان موجود في اللعبة زي ما تشوفونه هذا هذا عبارة عن بوس يأتي داخل اللعبة وبدأت هذه دمية له جاءت معه خلن نفتح صندوق ونشوف إيش داخله، بس قبل ما نفتح لازم لكم حاجة مهمة الصندوق هذا شكله نسخة طبق الأصل من الصندوق الجوائز أو الهدايا اللي راح تتلقاه داخل اللعبة نفسها فخلن نفتح مع بعض أول شيء يكون معنا بالصندوق هو عبارة عن لوح بوريكم يا الحين هذا اللوح فيه أرتورك للعبة نفسها وفيه رقم النسخة اللي عندنا اللي هي 81 زي ما تشوفون وفي الخلف حطيلك معلومات عن اللعبة بشكل عام وبرضو هنا وصائل التواصل الاجتماع حقتهم التويتر والانستجرام وغيره وجاء أيضا معها كتاب قايد يعلمك كيف كل شيء عن اللعبة من ناحية الأسلحة من ناحية الأيتمز الموجودة فيها والأدوات والوحوج التواج معاهم يعني هذا قايد مرة بيساعدك إذا كدنا وبغى تبعا تفنن في اللعبة هذه أنت وصحابك وبعدها فيه صندوقين الصندوق الأول برضو على شكل ماينكرافت اللي نعرفه اللي هي التفاصيل هذي اللي هي الملمس داخل صندوق هذا نشوف مفتاح المفتاح هذا نفس شكل المفاتيح اللي تجيك داخل لعبة فيه أكثر من واحد جانا هي شكل مفتاح زي ما تشوفون من الخلف في الكود حق اللعبة حق الأجهزة زي ما تشوفون هذا المفاتيح تجيك باللعبة ولازم تأخذونها عساس تفتحون أبواب وأيضا تفتحون كنوز موجودة في اللعبة ومعانا صندوق بعد نشوف داخلها أوكي داخلها فقر لشخصية موجودة أو وحش موجودة في اللعبة اسمه سكلتن بنقارد هذا بيجيك كثير في اللعبة وبينشبلك وطبعا تجي مع أسلحته زي ما تشوفون هذه النوع بحقته عنده الدرع ونده سلاح اللي يضربك فيه وأيضا معانا صندوق ثاني نتقى نشوف شفيه أوكي في قطع ليقو كلنا نعرف ليقو طبعا اللي هي التركيبة هذا الكتلوجات الكتيب كيف تركب التركيبة لكن الليقو نفسه موجود هنا موجود منه يا ساتر كرشو يطلع واحد موجود منه كثير هذا كيسين ليقو وعندكم هنا بعد ثلاث أكياس ليقو ثلاث أكياس قطع ليقو تجي معاه وتركب فيها الشكل اللي يكون موجود هنا في أكثر من شكل تركب زي ما تشوفون هذا الشكل نائب يكون لها بهذه الثلاثة كياس ليقو طبعا هل تكون ممتازة لناس اللي يحبون تركيب الليقو ويحبون الهواية هذي آخر صندوق معانا هو هذا خنجو ما داخله فيه أوه أوكي داخله تي شيرت زي ما تشوفون على شكل لعبة اللي هو واحدة من شخصيات اللعبة حطين وجهه زي ما تشوفون ومونتك مكتوب وراء ماينكرافت بنجنز مادي ذكنا يجي مقاسي أوه كيس حلو طب هذا مقاسي اللي جانه وهو ميديوم لا أنا أكسل ما أتخذ يجي مقاسي هذا نعطيه عبدالله يمكن توقع يضبط له وهذه كانت محتويات الموجودة كلها بالصندوق وفي النهاية لما تآخر الصندوق خلو ريك ما شفيه موجود زي ما تشوفون فاضي الصندوق وهذا هو مكتوب هنا ماينكرافت دنجن اسمه اللعبة وزي ما تشوفون هذي كل الأشياء تأتي مع الصندوق الرهيب هذا ما في غير مئة حبة في العالم وجان الحبة رقم واحد وثمانين صراحة صندوق مرة فخم حتى برضو تقدر تخط في أشياء تخزنها يعني وهذا كان استعراضنا للصندوق الفخم هذا واللعبة الرحبة هذي زي ما قلت لكم إذا عندكم إكس بوكس جيم باس راح تكون موجودة ضمن الععاب المتوفرة في حزمة إكس بوكس جيم باس فيها ويعطيك معافة المتابعة كما معكم فهد الشيحة مع سلام